في لقاء اليوم نتحدث عن اختتام فعليات عمان عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2017 والتي كانت ضمن قرار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة حيث أعلن عن افتتاح فعليات عمان مدينة الثقافة الإسلامية تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم خلال أيار الماضي للحديث أكثر عن هذا الموضوع بنضملنا رئيس المكتب التنفيذي لبشروع عاصة عمان عاصمة الثقافة الإسلامية في وزارة الثقافة الدكتور أحمد راشد دكتور صباح الخير صباح النوم يعني دكتور كيف نجحت وزارة الثقافة من خلال مشروع عمان عاصمة الثقافة الإسلامية في تكريس مفهوم عمان المدينة الهادئة المسالمة الوسطية المعتدلة ونحن نقع بمحيط ملتهب يا سيدي الموضوع ليس مرتبط فقط بوزارة الثقافة وزارة الثقافة بصفتها يعني رأي رسمي للعمل الثقافي في المملكة لكن هناك جهات أخرى عديدة أسهمت بهذا الموضوع ولولا مساهمت الجميع في هذا الموضوع لما وصلنا إلى ما وصلت إليه عمان من فعل ثقافي مكثب فهناك مؤسسات رسمية بعض الوزارات هناك مؤسسات مجتمع مدني وهي متعددة جدا بالإضافة إلى الجامعات إلى المؤسسات المجتمع المحل أيضا وسائل الإعلام المثقفين الفنانين أبناء المجتمع الأردني ككل الكل ساهم في هذه الفعالية ونحن في وزارة الثقافة نتشرف أننا يعني كان لنا الإسهام الأكبر في هذا الموضوع بصفتنا راعينا للعمل الثقافي الرسمي لكن بشكل عام يعني الحمد لله رب العالمين في هذا العام يعني أصبحت أو عمان كانت كعادتها متألقة الفعل الثقافي انتشرف في كافة محافظات المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها عم المدن عم البوادي عم الأرياف عم المخيمات عم جميع المناطق طبعا بمشاركة الجميع وكان هناك دور أساسي بالتأكيد للمجتمع الأردني أو للشعب الأردني في هذا الموضوع نعم طيب يعني تعتقد دكتور أنه مفهوم الإسلامية تحديدا بحاجة لتوضيح أنت في أكبير من الشباب وأعادة ربطها بمقاييسها الحقيقية وهي الوسطية والاعتدال والتسامح والأخلاق الكريمة على عكس ما إحنا قاعدين بنشوف في الخارج هلأ لما نحكي عمان عاصمة الثقافة الإسلامية كيف كان الدور اللي لعبة وزارة الثقافة في ترسيخ وإيصال هذا المعنى بروحه للشباب من خلال الفعاليات أبرز الفعاليات اللي قمتوا فيها يا أسفدي الفعاليات وزارة الثقافة فعاليات متعددة جدا يعني لم تقتصر على جانب واحد من جوانب الفعل الثقافي أو الفني كان هناك ندوات كان هناك محاضرات كان هناك ورش عمل كان هناك ورش تدريبية معارض متنوع كان هناك معارض فن تشكيلي معارض صور معارض تراثية معارض أدوات صناعة شعبية عروض مصرحية للأطفال للكبار وغيرها هل في جانب متخصص بالشباب؟ لا أنا بالتأكيد هذا طبعا نحن في وزارة الثقافة الفعل عام وليس خاص وبالتأكيد الشباب كون نسبة الشباب في المجتمع الأردني النسبة العظمى أو تتجاوز الثلاثين فبالتأكيد حضور فعاليات أو المشاركين في الفعال الثقافي جلهم كان من الشباب بالإضافة إلى ذلك كان هناك العديد من المؤتمرات أو الفعاليات الكبرى منها المؤتمر الدولي المدنية الذي عقدت تحت الرعاية الملكية السامية وشارك فيه مجموعة من الباحثين والعلماء الأجلاء ليس من الأردن فقط وإنما من الدول العربية وبعض الدول الأجنبية ونحن نعلم أن الجلالة الملك خاصة في ورقاته السادة تناول موضوع الدولي المدنية بإسهار لماذا لهذا الموضوع من أهمية في تحقيق النمو الشامل في داخل المجتمع أيضا هناك فعاليات ثقافية قامت بها بعض الجهات الأخرى مثل أمانة عمان الكبرى من خلال عسب المثال الأمسيات الرمضانية التي أقامتها وكذلك أقامت وزارة ثقافة أمسيات رمضانية وزارة الأوقاف الشؤون المقدسات الإسلامية من خلال الليالي الهاشمية في شهر رمضان المبارك أيضا من الملطقة العلمي الرابع الذي أقامته دائرة الإفتاء العام وزارة السياحة كان لها دور كبير أيضا في هذا المجال وزارة التربية والتعليمي من خلال مدرياتها ومدارسها المتعددة كان لها دور كبير أيضا في التركيز على الجانب التراثي أو التراثي الديني وموضوع القدس كان حاضرا أيضا في هذه الفعاليات بقوة يعني عمليا الحمد لله رب العالمين نحن نعتز أننا نمثل الوساطية الدينية وهذا التمثيل نعكس على مجمل الفعاليات والأنشطة التي أقامت سواء وزارة الثقافة أو غيرها من الجهات المساهمة في الفعل الثقافي سؤال دكتور كيف يتم اختيار العاصمة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية هل هناك مقاييس معينة أو هناك ترتيب أدوار أو كيف يتم الاختيار هو إجمالا يعني فيه هيك وفيه هيك هلأ أهمية المدينة ودورها التاريخي بالتأكيد يأخذ المعيار الأساسي لها أولوية يعني بالتأكيد يعني عمان معروف أنه من المدن التي كان لها إسهامات في التاريخ الثقافي والحضاري ليس فقط العرب والإسلامي وإنما الإنساني فهذا الدور الكبير أهلها لأن تحتل هذه المكانة بضل عن ذلك دورها في الثقافة العربية والإسلامية ونحن نعلم أن الأردن كان بوابة الفتح الإسلامي ولعمان كان لها دور كبير في ظل الخلافات الإسلامية المتعاقفة سواء كانت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرورا بالدولة اللموية فالعباسية وغيرها من الخلافات الإسلامية حتى يومنا هذا فضلا عن الممارسات السياسية التي تمارس من داخل المملكة الأردن الليشمية وتحديد المبادرات الملكية السامية التي لعبت دورا في إبراز عمان ووسطيتها على النحل الدولية دكتور بهاي الفترات نحن نعيش حراك على مستوى الصعود الشعبية والدبلوماسية والسياسية بما يخص الموضوع والقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس ونقل السفر الأمريكية إليها يعني ما الدور الذي يقع على عاتق وزارة الثقافة الأردنية لمواجهة هذا القرار إيش الدور راح تلعب وزارة الثقافة في مواجهة ورفض والتعبير عن استنكارها لهذا القرار يا سيد أولا هنا أحب أن أؤكد أن وزارة الثقافة جزء من الدولة الأردنية والقدس بالنسبة للدولة الأردنية تحتل أولوية وأيضا القدس بالنسبة لوزارة الثقافة تحتل أولوية ووزارة الثقافة حاضرة دائما في كل فعاليات وأنشطة وسارة الثقافة فلا يمر عام على سبيل المثال ضمن مشروع مكتب الأسرى الأردنية إلا ويكون هناك كتابان أو ثلاثة كتب تتناول موضوع القدس سواء من ناحية الحضارية أو الثقافية أو السياسية وغيره وهذا العام أيضا كباقي الأعوام الأخرى فالأمر ليس فقط مرتبط بهذه الهبة وإنما هناك ارتباط وثيق قد يكون هناك ارتباط تاريخي وارتباط روحي بين عمان وبين القدس أو بشكل عام بين الأردن وبين فلسطين الفعل الثقافي كله له علاقة بالقدس عمليا عندما نقوم بالتوعية في نشر الوسطية الإسلامية في الدعوة إلى الوحدة العربية إلى التكاتف العربي هذا كله لها علاقة بالقدس والقدس حضرة في مثل هذه الفعاليات على مستوى المسرح على مستوى المعرض الفنية يعني القدس تجدها أينما تولي وجهك في أي فعل ثقافي في الأردنسوان كان لوزارة الثقافة أو غيرها تجد القدس حاضرة فيه طيب دكتور أحمد يعني غدا هو يوم اختتام فعاليات مشروع عمان عاصمة للثقافة الإسلامية 2017 بكرة ايش بشمل ايش هي الفعاليات الموجودة خلال يوم الاختتام الفعاليات راح تكون تقريبا يعني في أربع فقرات رئيسية فقرة هناك فيلم بن ورامي عن بعض المجمل الفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال عمان خلال عام عمان عاصمة للثقافة الإسلامية بالإضافة إلى كلمة لمعالي وزير الثقافة رئيس اللجنة الوزارية لاحتفالية عمان عاصمة للثقافة الإسلامية وكلمة لممثل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بالإضافة إلى عرض فني من خلال فرقة نادي الإبداع على الكركة بالنسبة للدعوة عامة أو دعوات لا بالتأكيد الدعوة عامة وزارة الثقافة المكان راح يكون إن شاء الله في المركز الثقافة الملكي الساعة السابعة مساء والدعوة عامة للجميع نعم شكرا إلك رئيس المكتب التنفيذي لمشروع عمان عاصمة الثقافة الإسلامية 2017 الدكتور أحمد راشد كنت معنا في هذا الصباح شكرا جزيلا أيها الله سيئة شكرا لكم ستمنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة